سأعطيكم العافية أنا زميلتكم إيمان بني دومي إن شاء الله اليوم سأكون معكم بشرح أول محاضرة من محاضرات الجنرال أناتومي فبسم الله خلينا نبدأ فيها الـ Function of the Skeletal System وظائف الجهاز الهيكلي أول وظيفة من وظائف الجهاز الهيكلي هي Support يعني أنه يعطيني الدعاء من الجسم اثنين الـ Protectional Internal Organs Like the Skull سبحان الله من حكمة رب العالمين في خلقنا أنه جعل الأعضاء المهمة أو أعضاء الحياة عندنا عظام بتحميلنا إياها تمام؟ زي مثلا الدماغ اللي بتحميلنا إياها الـ Skull زي الكيدني أو الكيلة اللي بتحميلنا إياها الـ Pelvic Bones اللي هو عظم الحوض أو القلب والرئتين اللي بيحميلنا إياهم الرب cage أو القفص الصدري تمام، الوظيفة الثالثة هي Movement like the Upper Lims يعني الوظيفة للحركة وكلنا بنعرف أكيد زي Upper Lims أو Lower Lims Mineral Storage like Calcium اللي هي تخزين المعادن زي الكالسيوم وكلنا بنعرف أن الكالسيوم يخزن بالعظام خمسة Storage of Blood Cell Producing Cells هذول الخلايا الـ Blood Cell Producing Cells هي الخلايا اللي بتكون اللي الـ RBCs تمام؟ فهاي الخلايا بتكون مخزنة في البون مرو في اللونج بونز يعني في نخاء العظم في العظام الطويلة Storage of Energy برضو بتخزن لي الطاقة زي الـ Glycogen اللي بيكون مخزن في المسلز The Adult Human Skeleton consists of 206 bones grouped as the Axial Skeleton and the Appendicular Skeleton بيحكي لي أنه جسمنا أو جهازنا اللي هي كلي مكون من 200 و 6 عظمات تمام؟ مصنفين لنوعين Axial Skeleton أو Appendicular Skeleton زي ما احنا شايفين هون هذا الـ Axial Skeleton تمام؟ له بيكون الجذع تقريبا والـ Appendicular Skeleton لهو الطرفي يعني الأطراف يعني عنا 80 عظم فيه الـ Axial Division هذا عنا 80 عظم فيه تمام؟ وعنا بالـ Appendicular عنا 200 و 6 عظمات بهذا The Axial Skeleton consists of the bones of the skull, rib cage, including the ribs and the breast bone, sternum, the vertebral column, the high-eyed bone and the auditory the ossicles بيحكي لنا أن الـ Axial Skeleton مكون من الـ skull وهي الجنجمة ومكون من الـ rib cage وهو القفص الصدري هذا هذا الـ rib cage مكون من الـ ribs لهم الأضلاع هاي هاي الـ ribs كمان مكون من الـ sternum هاي عظمة القص ثلاث مكون من الـ vertebral column اللي هي هاي الفقرات الظهر أو الرقبة كمان والـ hyoid bone and the auditory ossicles ها سرح نشوفهم بالصورة هون هاي الـ hyoid bone هاي المضوع عليها باللون الأحمر هاي بتكون تحت الـ skull تقريباً طبعاً هاي العظمة أكيد مش طايرة هيك بالهواء بس بيكون رابطها tendons و muscles بالـ skull و كمان بالـ clavicle الـ auditory ossicles اللي هم هذو العظيمات الثلاث اللي نعرفهم من نطرقة و سندان و الركاب موجودين بالأذن الـ وسطى أتقد أوك فهاي هي مكونات الـ axial skeleton نروح الآن على الـ appendicular skeleton consist of the bones of the upper and lower extremities plus the bones called girdles which connect the extremities to the axial skeleton بيحكي لي انه الـ appendicular skeleton مكون من العظام اللي بالـ upper and lower extremities يعني الأطراف العلوية و السفلية كمان البونز اللي احنا بنسميهم girdles اللي بيربطوا لي هذو اللي الأطراف بالـ axial skeleton أوك types of bones long bones of upper and lower limbs فمار الفمار اللي هي عظم الفخذ ولا هي مرس عظم الذراع هاي الفمار و هاي هي اللي هي مرس عظم الذراع هذو اللي يعتبره long bones الـ short bones small bones of hand and foot tarsal bones in the hand and carpal bones in the foot هاي اللي باللون الأخضر هي carpal bones واللي باللون البنفسجي هون هي tarsal bones هذو اللي بيكون small bones موجودين بالفوت والهند و يعتبره short bones الـ flat bones اللي هي العظام المسطحة زي cranial bones sternum والسكابلس هسا احنا بنعرف شكل العظام الطبيعي انه بيكون تجويف صح و موجود فيه نخاء عظم أشياء ولكن هذو العظام بيكون flat يعني هكا مسطحات مش مش أسطواني يعني شكلهم زي cranial bones اللي هم عظام الـ skull هاي طبعا هم بيكونوا مركبين يعني مش عظمة واحدة والستيرنم اللي هي هاي العظمة و كمان السكابلس اللي هم عظم لوح الكتب هذول تمام العظام غير منتظمة الشكل زي البرتبريز و زي certain facial bones اللي هم البرتبريز الفقرات هذول شوفوا كيف سبحان الله شكلهم بيكون مش منتظم و بعض عظام الوجه السيسامويد bones are small bones in tendons يعني هي عظام صغيرة في المفاصل تقريبا where pressure develops for instance as the food يعني مثال عليهم اللي موجودين بالفوت their number varies greatly from person to person هو يعني عددهم مختلف من شخص لشخص بس في عظميتين ثابتين بكل الأشخاص بيكونوا على الأقل هذول العظميتين الموجودين اللي هم الباتيلا او النيكاب or in big 2 big 2 اللي هو الاصبع القدم الكبير هذا بيكون ان هذول العظميتين الموجودين فيه كاسيسامويد bones تمام بيكون نشوفه بالمفصل اللي موجودين والنيكاب اللي هي الباتيلا هاي اللي موجودة بمفصل الركض يعتبر هذول سيسامويد bones تمام تمام skeletal surface markings features on bone surface هم يعني بدنا نشوف الآن العلامات اللي موجودة على سطح كيف بتكون اللي حتى نعرفهم وهي بتكون يعني هاي اشياء ثابت ان شاء الله اللي قدام رح تمر معاك و اكثر تمام الان نيجي نشوف depressions while openings اللي موجودين بيكونوا بالعظام اول واحدة هي الفوريمن الفوريمن هي عبارة عن فتحة بالعظم تمام بيمر منها blood vessels يعني الاوعية الدموية الاعصاب والاربطة كمان تمام الميتس هي عبارة عن قناة بتمر بالعظم و بيكون فيها فتحة الـ paranasal sinus an air filled cavity within a bone connected to the nasal cavity هو عبارة عن تجويف مليء بالهواء بيكون داخل العظام و بيكون متوصل بالتجويف الأنفي الان مطلوب مننا نفرق بين الفصة والنوتش الفصة هي عبارة عن shallow depression in or on a bone يعني هي عبارة عن انخفاض ولكن خفيف بيكون في العظم تمام النوتش هي deep depression in or on a bone يعني هي انخفاض و بيكون عميق اكثر تمام لو نجينا نشوفهم هون اه 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 اي النوتش شايفين كيف النوتش انخفاضها كثير عميق اكثر لو اجينا هون نشوف مثلا الفصة هيك بيكون بس انخفاضه كثير خفيف مش مبين كثير زي ما بتكون النوتش و كمان النوتش بتكون على شكل تقريبا زي حرف الـ V تمام هيك يعني هيك بتكون النوتش اوكي طبعا هون نعدلناها هي فصة وميكان وكاتبينها فورامن برؤس حيات الخطاء. الأمر الآن الكونديل، الهيد والفاسد يوجد عبارة عن بروز مفصلي كبير مدور بروز مفصلي كبير تقريبا مدور الآن نرى صورة مثل المنذبي الى الكونديل الكينديل حسنا هذا المنذب صحيح هو الفك السفلي هاي الكبير هاي اللي النص هون اللي عليها كثير اسهم هاي هي الكندايل تاعة الماندبل بتكون هيك بروز من المفصل نفسه بيكون كبير وبيكون شكله مدور راوندد يعني تمام هي عبارة عن جزء من العظمة بيكون مرتبط بالمفصل هو أيضا بيكون مدور أو يعني راوندد يعني بيكون على اتصال بالنك يعني مرتبط فيها زي هون مثلا هذا اسمه الهد تمام هذا الهد أوكي وفيه يومرس مثلا هاي عبم الذراع الفاسد هو هو عبارة عن سطح أملس ومسطح بيكون على منطقة المفصل يعني أو في منطقة التقاء العظمتين يمكنك ان ترى بيكون دايل مش فص الفاسد والهد الآن بدينا نحكي عن البروزة 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 يعني هي المناطق اللي بتربط لها التندون الليجمين وأثر البروزة أوكي بالبداية بدينا نحكي عن التوبراسيتي هي large rounded usually rough in the process يعني هو جزء كبير بيكون rounded برضو بيكون خشن تمام بيكون على العظم طبعا موجود راح نشوف صورته هستا هذا شايفين هذا البروزة البسيط هون عند مهم أشر السهم الأبيض هذا البروزة البسيط جدا هذا الاسمه tuberosity تمام النقطة الثانية هو spinous process هي sharp cylindrical projection يعني هو بروز بيكون حاد ورفيع تمام هذا الاشي بيكون spinous يعني من spinal cord تمام ثانية تشوف صورة هاي الصورة هذا spinous process تمام شايفين هاي المؤشر عليها في السهم هون هاي spinous process بيكون بروز حاد ورفيع زي ما احنا شايفين الآن نروح نكمل النقطة الثالثة للتروكينتر هو large blunt projection found only on the femur هو عبارة عن جزء كبير مش حاد موجود بس بعظام الفخر هو تقريبا بيشبه للتبرستي بس بيكون larger اكثر عن للتبرستي نشوف السهون هذا مثلا هون greater trochanter وهون lesser trochanter تمام هيك بيكون بروز كثير كبير بس برضو مش حاد يعني بيكون blunt كريست هي prominent border or ridge يعني هو حد بيكون بارز نحن 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 حافة يعني